لما حد عزيزة علينا بيموت بنوع من نفكر فيه كتير ونسأل نفسنا السؤال اللي تقريبا كل الناس بتسأله يا طرى فلان اللي مات بيعمل اي دلوقتي حاسس بينا ولا لأ طب الوقت عنده بيمر ازاي صلي على سيدنا النبي وطابع الفيديو للاخر طبعا كلنا عارفين ان الانسان المؤمن لما بيموت بيروح عند ربنا وغير المؤمن ما بتتفتحلوش ابواب السماء ولا بيدخل الجنة وده اللي ربنا قالوا في الآية دي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتحوا لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين صدق الله العظيم يعني غير المؤمن مستحيل تتفتح لي أبواب السماء ولا يدخل الجنة إلا لما الحبل بتاع السفينة ده يدخل في ثقب الإبرة وده معنى الجمل هنا اللي هو الحبل ده مش الجمل ده زي ما ناس كتير متخيلة فخلينا نتكلم عن المؤمن اللي اتفتحت ليه أبواب السماء ربنا اكتبها لنا وإياكم آمين المؤمن أول ما بيدخل من أبواب السماء بيشوف كل قريبه وصحابه المؤمنين اللي توفوا قبله شرحنا ده في فيديوهات تانية المهم بيسلم عليهم وبيفرحوا بلقاء بعض جدا في نفس الوقت ده أهله اللي في الأرض بيكون عد عليهم سنين من لحظة وفاته إزاي بقى الكلام ده شوف خلينا متفقين إن اختلاف المكان يساوي اختلاف الزمن يعني ايه؟ يعني احنا هنا على الأرض عندنا شمس وأمر والأرض بتدور فالزمن ماشي بشكل معين خلاص؟ عند ربنا بقى مفيش الكلام ده يعني مفيش شمس ولا أمر ولا كواكب بتدور بالشكل ده فبالتالي مرور الزمن مختلف جدا طيب هل في دليل على الكلام ده؟ طبعا فيه شوف كده ربنا قال ايه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويستعجلونك بالعذاب ولي يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون صدق الله العظيم ربنا بيبين هنا إن اللي مستعجلين العذاب كنوع من السخرية هيحصلوا عليه حتما وأسرع مما يتخيله هم مستكترين الزمن أو فاكرين الأمر بعيد لكن في الحقيقة اليوم اللي بيمر عند ربنا بيكون مر فيه ألف سنة في الأرض يعني يكونوا ماتوا وأحفاد أحفادهم ماتوا وجاء أجيال تانية خالص الموضوع سريع جدا في مثال كده ممكن يوضح الصورة أكتر شوف لو إحنا عندنا مثلا أخين توقم عندهم عشرين سنة واحد فضل في الأرض والتاني طلع فوق لمدة ساعة ونص بس ورجع هيلاقى أخوه بقى راجل عجوز عنده 80 سنة لو بصيت مثلا من فوق على الأرض هتلاقي الأرض بتلف حوالين الشمس بسرعة وكل لفة بسانة زي ما كلنا عارفين وهو ده سبب اختلاف الزمن على حسب المكان اللي تفرج على فيلم انتر ستيلر هيفهم النظرية العلمية دي طيب معنى الكلام ده إن اللي بيموت بيمر عليه الزمن بسرعة رهيبة جدا لدرجة إنه بالنسباله بيبقى كإنه سافر عبر الزمن للمستقبل البعيد اللي هو أقرب ما يكون ليوم القيامة يعني بحسبة بسيطة كده هنلاقي مثلا اللي مات من ألف سنة هو عند ربنا دلوقتي بقاله يوم واحد بس واللي مات من عشر تلاف سنة هو دلوقتي عند ربنا بقاله عشر تيام بس وهكذا طيب اللي مات مثلا من عشرين سنة بنفس النظرية دي هنعمل حسبة صغيرة هنلاقي إنه تقريبا بقاله هناك نص ساعة بس يعني يا دوب لسه بيسلم على أهله اللي هناك وبيتعرف على المكان اللي هو بيقضيف نص ساعة إحنا بنقضيف عشرين سنة وده طبعا معناه إن لو واحد مد الوقتي ويوم القيامة مثلا كمان خمسمية سنة فهو كده هيقضي 12 ساعة فقط وبعدين هتقوم الساعة حتى لو تلاحظ هتلاقي ربنا أشار للموضوع ده في القرآن كتير بص كده قال إيه في آيات مختلفة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صدق الله العظيم لحظت اختلاف تقديراتهم وده كأنه على حسب كل حد فيهم مات إمتى في الزمن سبحان الله ففكرة يا طرف ولان اللي مات بيعمل إيه دلوقتي ما ينفعش حد يتخيلها لأنه في زمن غير الزمن وحركة غير الحركة والله أعلم لو حشك أوي كن مطمئن إن اللقاء آتي لا محالة وبسرعة مهما طال الزمن بالنسبة لك إمتى وإعمل حاجة ينتفع بها هو لأنه خلاص عمله انقطع زي إنك تتصدق عنه وتدعيله كتير وفي نفس الوقت تحاول تكون أنت كمان من الناس اللي ربنا هيفتح لهم أبواب السماء عشان تنور رحمته وتسعد بلقاءه ولقاءهم إن شاء الله ربنا يرحم موتانا جميعا ويرزقهم الفردوس الأعلى ويلحقنا بيهم على خير آمين ما تنساش تصلي على سيدنا النبي وتشوف بقى الفيديوهات هتلاقي فيهم مواضيع كتير مهمة ومفيدة وهتنفعك إن شاء الله سلام شكرا شكرا